دي كانت أول إشارة أنه غداً إن شاء الله صباحاً في السابعة ستبدأ الهدنة ده الكلام اللي مصر قالته وده الكلام اللي أنا كمواطن مصري أحب أسمعه دايماً وأحب أسمعه بنفس الأسلوب ده كده بنفس الأسلوب العقلاني اللي مفهوش شعارات لكن فيه تنفيذ وعمل قبل ما نتكلم كنا عاملين ممر الشرف اللي أنا قلت لحضراتكم عليه ده عشان نعطي رسالة إلى العالم كله وكنا حجدين مئة ألف مصري في استاد القاهرة عشان أيضاً الرسالة تصل إلى أهلنا في غزة أنتم لستم وحدكم وإحنا معاكم وإحنا من أول يوم معاكم وسنفق معاكم وده موضوع مش محتاج أي مزايدة من أحد